هيا لنتوكل على الله كما قلت لكم ستجدون رابط في الأسفل ستسجلون من خلاله لكي تحصلون على خمسون دولار كبداية لكي تستثمرونها في هذا الموقع وسأقول لكم كل شيء بالتفصيل الممن لا تخافوا فقط ركزوا معي أولا سنأتي إلى هنا وسنضغط على sign up وكما تعرفون أنا قمت بالتجيل في هذا الموقع ولكن قبل أن تضغطوا على أي شيء هنا ركزوا معي لأن هذا أيضا أمر مهم لذلك في بداية الفيديو قلت لكم ركزوا معي لأن هناك بعض الأشياء التي لا يجب عليكم أن تضغطوا عليها فعلى سبب المثل عندما نأتي إلى هذا المكان لا يجب علينا أن نضغط على google أو vic أو على هذه العلامة بل يجب علينا أن نضغط على هذه العلامة والتي هي تسمى بالذكاء الاصطناعي يعني هذا المخ سنضغط عليه أنا سأضغط عليه الآن بعد ذلك ستظهر لكم هنا واجهة أخرى لماذا؟ لأنني سجلت حسابي من قبل لذلك أنا سأضغط على add account هنا في هذا المكان وأنتم أيضا ستظهر لكم هذه الواجهة ولكن أنتم بما أنكم لا تمتلكون حسابا فكل ما عليكم فقط هو أن تأتوا إلى هنا إلى register واضغطوا عليها بعد ذلك ستظهر لكم هذه الواجهة وكما ترون هذه الواجهة بسيطة جدا لأنك بمجرد أن تدخل هذه المعلومات وتقول له أيام نوت روبوت وتضغط على register ستدخل إلى الموقع مباشرة ولكن دعني أوضح لك أمرا مهما هنا هنا ستكتب الفيرس نيم وهنا ستكتب اللاس نيم بعد ذلك ستكتب هنا الإيميل وهنا الباسورد وستعيد كتابة الباسورد هنا بعد ذلك ستقوم بملء هذا المربع بعد ذلك ستضغط على register ستدخل إلى الموقع مباشرة أنا سأدخل الآن إلى الموقع مباشرة لكي أريكم كيف يعمل هذا النظام سأضغط على حسابي بكل تأكيد بعد ذلك سيقول لي أكتب الباسورد سأقول له هذا هو الباسورد بعد ذلك سأقول له أنا لست روبوتا وبعد ذلك سأضغط على login الآن سندخل مباشرة إلى الموقع ولكن أنتم عندما ستدخلون إلى الموقع مباشرة ستظهر لكم هنا نافذة دعوني أريكم هذه النافذة هذه هي النافذة الأولى التي ستظهر لكم الآن أنتم هنا ماذا ستكتبون ركزوا معي أرجوكم هنا ستكتبون على سبيل المثال لنقول أنه username ولكن ركزوا هذا ال username يجب أن يتكون من اسم وأرقام فعلى سبيل المثال أنا ماذا كتبت كتبت ماهر برو لم أكتب برو عفوا كتبت ماهر مئتين واثنى عشر لذلك أنتم حاولوا أن تكتبوا اسم ومعه أرقام ولا تقوموا بالابتعاد يعني أكتبوا تلك الأشياء يعني ملتصقة بعضها ببعض بعد ذلك ستضغطون على introduce يعني أنا أقدم نفسي هو يريد أن يتعرف عليك فقط أو يريد أن يدعوك بهذا الاسم بعد ذلك ستضغط على introduce المهم نحن انتهينا الآن من هذه المرحلة سأقوم بإغلاق هذه الصفحة الآن عندما أنتم ستتميون هذه العملية ستنظرون هنا يعني في النظر الأولى ستعتقدون بأن هذا صعب ولكن صدقوني الأمر في غاية البساطة ترجمة نانسي قنقر